أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن قيادة السياسية وجهت بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبيل أعياد المصريين عيد الفطر المبارك عيد قيام المجيد ذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبيل حلول الأعياد ومن المقرر بدء الصرف في يوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر أبريل الجاري يصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين إلى 10.7 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقرب من 24 مليار جنيه شهريا